بكامل طاقتها استنفرت الدولة أدواتها وأجهزتها للوقوف بجانب المواطنين في ظل أزمة تشتد كل يوم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عقد لقاء موسع مع المصنعين والتجار لتطبيق مبادرة لخفض الأسعار على أرض الواقع بشكل يشعر به المواطنون جميعا المواطن المصري استقبل أخبار صفقة رأس الحكمة وبعدين الاتفاق مع الصندوق والاتحاد الأوروبي وشايف الأرقام الكبيرة اللي بقت موجودة في العملة فلسان حاله عمالي يقول طيب إمتى الكلام ده بقى ألاقيه في انخفض الأسعار والحقيقة يعني أنا قعدت مع الزومة له ومع كل الجهات وكان الحاجة الوحيدة اللي بدأت كانت كخطوة لموضوع يعني قالوا حنخفض الأسعار كان الزيوت وطلعوا بمبادرة في قبل بداية رمضان أو في أول رمضان وإحنا بنفتح المعرض بتاع أهلها رمضان وقالوا حنخفض 20% وأمام المصنعين والتجار تحدث رئيس مجلس الوزراء بلسان حال المواطنين الذين يعانون من جراء الأزمة والأسعار لما كانت بتزيد في اليوم الواحد مرتين وثلاثة فهو دي كانت مرتبطة بسايكل لأ مكادش مرتبطة بسايكل وحضركم يعني معلش أنا مش بستنى تقارير أنا بنزل بنفسي بشتري حاجات بنفسي فببقى شايف الأسعار بتزيد من أسبوع لأسبوع قد إيه في حاجات كانت بتزيد بالخمسين والستين في المية في أسبوع وأنا عارف أنا بقول إيه يعني طب هو زاد في السوق السوداء بالخمسين ستين في المية لا بس هو خلص هو بقت عجلة دايرة أو وانا زود وانا زود لي بظل إن ما كانش فيه توفيل للعملة النهاردة الحمد لله الأمور استقرت وإن شاء الله هتفضل مستقرة وإن شاء الله هتفضل مستقرة وربنا يعننا والأمور تفضل ماشية بالطريقة الجيدة طب الأسعار لازم تنزل والأسعار تنزل بقى مش أنزل خمسة في المية وثلاثة في المية لا هو زي ما زادت الأرقام الفلكية دي كلها لازم تنزل ما هي لازم تنزل وتنزل بأرقام معتبرة عشان المواطن يبدأ يحس يبقى عنده أمل إن الدنيا بجد فيه حاجة إيجابية بتحصل على الأرض حضراتكم خدوا بالحضراتكم التضخم الهائل الغير مسبوق اللي عمره ما حصل في تاريخ البلد دي بسبب السلع الغذائية وبسبب السلع الأساسية اللي بصورة أو بأخرى حضراتكم مسؤولين عنها ولم ينس رئيس الوزراء تذكير التجار والمصنعين بأن الحكومة قد أدت ما عليها لتصبح الكرة في ملعبهم لخفض أسعار السلع إحنا كان دايماً بيبقى المشكلة للبضايع متركمة والبضايع محدش بتخرج لإن مش لقيين ضداء دولار وبندبر دولار ونتيجة لكده اضطرينا نلغي القرار بتاع المدد الزمنية للمهمل والبضايع المتركمة تقديراً لإن انتوا مش قادرين ندبر لكم الدولار فقلنا مفيش حاجة اسمها نصادر البضايع والكلام ده كل طيب إيه اللي حصل النهاردة آخر لأ تشوفناها النهاردة الحكومة خلصت هي والبنوك إجراءات لبضايع بكام فإن كان الرقم اللي معروض علينا بحوالي خمسة أو شوية تلاتة أو شوية أو خمسة أو شوية أنا بتكلم على الفترة الأخيرة أربعة ونص اللي خرج بضاعته اللي خرج بضاعته اتنين ونص أو اتنين وتمانية طب في حوالي بضايع موجودة في المواني بواحد وسبعة من عشرة أو واحد وتمانية من عشرة مليار دولار ورقها كله خلص والدولار متدبر في البنوك طب الناس مش عايزة تروح تاخدوا ليه قالوا أصلهم مستنين الدولار ينزل تاني أكتر فيروحوا يفرجوا عنها لما الدولار يكون نزل فيبقى هم كده يكسبوا أكتر حضراتكم أنا وجيهت النهاردة المالية تنزل تصادر كل الكلام ده حيتطبع ليه قانون حرجع أطبق تاني المهمل والراكد أنا خلصت اللي علي أنا كدولة كان علي قبل كده فعلا إحنا غلطانين ومقصرين مش عارفين ندبر عمل طب أنا مدبر والإجراءات خلصت والورق خلص صاحبها مش عايز يروح يفرج عنها ليه؟ لك تقعد شهر الحكومة مدياني شهر مدفعش غرامة ولا أرضيات أستنى لغاية لما الدرال ينزل كده يمكن ينزله كمان ثلاثة أربعة خمسة جنيه أعملت أنا المكسب ده كمان برضو وخرج الحاجة بالرخيص يعني هل ده منطق والبضايع تفضل موجودة وممكن يبدأ يحصل نقص في السوق لإنه مش عايز يخرج البضايع يعني ممارسات أنا إيس فأقول مش عارفة وصفة بيه بناء على الاجتماعات اللي تمت سواء من بين أنا وزير الصناعة مع التحاد الهم للغرف التجارية والتحاد الصناعة وما تم الاتفاق عليه على إن إحنا حتى لما هننزل الأسعار نتيجة التكلفة اللي بتقل هيتم تنزلها فوري واستيعاب الفرقات اللي موجودة في السلعة بالنسبة للموازعين السلعة اللي عندهم بالإضافة إن كان أهم نقطة وأعتقد في مجموعة من السلاسل موجودة إن إحنا عادنا مبارح مع كافة السلاسل والسلاسل الرئيسية واتفقنا إن الموضوع هيكون السعر القديم قبل المبادرة موجود ومشطوب ومتنزل السعر لا يقل عن 15% لـ 20% هذا ما تم الاتفاق عليه دون النظر لإن الصناعة قد تستطيع إنها في بعض حاجات صناعة تقدر يعني بعد إن حضلك الفول والعنس لازم ينزل أكتر من 20% مفضل لازم ينزل أكتر من 20% مانيش بالرغم فإذن عندنا حاجات تستطيع إن تنزل لـ 20% وحاجات المكون قليل فتستطيع أقل إنما المارجن اللي هو زي من دولة رئيس الوزراء تفضل وقال اللي السلاسل قلنا في السلع الأساسية مش هندخل في الموضوع ده وهنيجي على نفسنا والبضاعة هتتباع بالتخفيض اللي هنتفق عليه هنا أبدى الحاضرون تضامنهم مع مبادرة خفض أسعار السلع وأعلنوا الاستجابة لنداء الدولة أهدى إن شاء الله وفقا للكلام الصعب اللي سمعناه خلال الأيام الماضية كلنا هنتضامن على أساس إن المواطن يشعر خلال الأيام القليلة القادمة بفرق في مستويات الأسعار يحز بيه المواطن الضعي وحسما للقرار وجه رئيس مجلس الوزراء فرق المتابعة بنزول إلى أرض الواقع لمتابعة ما يتم من خفض للأسعار إحنا عندنا فرق المتابعة بتاعت المجلس تنتشر وبالصورة تجيب لي من الأفرع بتاعت السلاسل كلها على مدار اليومين تلاتة الجاية يتقلد فرع كذا في المدينة الفلانية أدي الأسعار فرع ده أنا عايز تقرير كامل بالصوت والصورة على مكتبي على مدار اليومين الجاية نزلوا الناس كلها ومعهم الموبايلاتهم يصوروا ويورونا الكلام ده على الأرض بيحصل إيه وحضراتكم أنا عايز يبقى عندي تقرير يا دكتور علي يومي على الانخفاضات اللي بتاعت حصل ومش على يعني أنا آسف حينا بيبقى نظري وكنت دايما نقعد أجدل معاكم يتجي لي يقول لي أهو الرقم أنزل أنا ألاقي حاجة تانية خالص في المحلات روح أسعار دي موجودة في الصعيد مش في يعني طب إحنا عندنا ربع عدد السكان موجودين في القاهرة الكبرى مش كده برضو ولا أنا غلطان لما يعني بدأ الوحده إنعكاس لبقية البلد لما نزل في أي حتة في القاهرة المفروض ألاقي التخفيض ابتدى يحصل وبشكل حاسم طالب رئيس الوزراء بنزول الأسعار من الغد بنسبة تبلغ 15 إلى 20% من بكرة ويتقال الأرقام أقل تخفيض حيبقى إيه وبنسبة قد إيه ده أقل حاجة والكلب اللي حضرتك قلتها أنا لو علي حاولك ما يقلش عن 30 إنما أنتوا حضركم تقولوا لأ نبدأ بـ 15-20 خلاص أنا حمشي مع اللي قالوا أحمد بيه إحنا حنمشي متدرج لغاية ما نوصل للعيد نوصل للرقم اللي أنت بتتكلم عليه ماشي لكن من بكرة ألاقي 15-20% تخفيضات بتحسن بجانب المواطنين تقف الدولة بكل إمكانياتها لتوفير الحياة الكريمة لهم فعندما تطلبت الأزمة تدخل الدولة وجد المواطن الدولة بكل أجهزتها بجانبه للعمل على خفض الأسعار التي أرهقت كاهلة ترجمة نانسي قنقر